عشر سنوات مرت عن الذكرى الأولى للثورة التونسية شهدت فيها تونس انتقالا بنظام سياسي مختلط نظام يأخذ من بعض خصائص النظام البرلماني والرئاسي في وقت واحد نموذج خيرته تونس في محاولة لتجاوز أخطاء وهنات الأنظمة الرئاسية السابقة من جهة في البلاد واعتبارا من دروس وأخطاء الأنظمة البرلمانية الأوروبية كالتجارب سابقة تستلهم منها نظام سياسي كان له أن ينجح لولا قصور أداء الطبقة السياسية في البلاد قصور خلق أزمة سياسية متواصلة في ظل صراعات حزبية عميقة أعتقد بأن ما نعيشه اليوم من تأزم للوضع السياسي يعود لا فقط إلى البناء الدصوري لكن كذلك إلى المشهد السياسي المتشضي باعتبار أنه لو كان هناك مشهد سياسي مغاير ربما لكان التطبيق أفضل وما يمكن التأكيد عليه هو أنه حتى لو أخذنا نظام رئاسي أو نظام برلماني الصرف مع مشهد سياسي متشضي فأن النتائج السياسية ستكون دون شك غير بعيدة عما نعيشه اليوم تعد التجربة الديمقراطية التونسية منقوصة حتى وإن كانت تونس مسجلة على لائحة الدول الديمقراطية في العالم ديمقراطية لها أن تكتمل بتأسيس المحكمة الدستورية وتغيير القانون الانتخابي واستكمال المصار الانتقالي لحرية الصحافة والإعلام ديمقراطية أسست لبعض المسارات التشريعية والمؤسساتية لكن النظام السياسي الحالي محل جدال في غياب الانسجام بين المؤسسات السياسية الكبرى الرئاسة والحكومة والبرلمان الإخفاق وعدم النجاح في الانتقال الاقتصادي وفي التحول الاقتصادي ممكن يكون عنده تأثير سلبي على الجانب الديمقراطي الناس بدأت تشك في ثمار الثورة لا فقط لأنه ما تشوفش في الازدهار الاقتصادي ولا التغير الاقتصادي لكن بدأت ترجع بالنقد والنقد سعد اللاذع على المسار الديمقراطي ككل ديمقراطية تونسية بعدالة انتقالية مشوشة وبغياب تام للنجاعة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي حيث شهدت تونس موجة كبيرة من الاحتجاجات والمظاهرات التي لم تنقطع في كل المجالات وفي كل القطاعات ومن قبل كل الفئات حتى هذه الساعة لا يزال جرح الثورة التونسية وعائلات شهداء الثورة في احتجاج مستمر مرحلة قد لا نصل إلى تغيير النظام السياسي لأن تم إرساء مجلس النواب والكتلة الأغلبية في مجلس النواب تفضل النظام السياسي الذي وضعته سابقا عبر دستور 2014 وهي حركة النهضة وهو النظام شبه برلماني شبه رئاسي لكن في المقابل رئيس الجمهورية يلمح في عدة مناسبة إلى سوء هذا النظام ولديه ألية الاستفتاء التي لم يعتمدها بعد قد نشهد هذا النقاش مستقبلا أزمة ثقة لدى التونسيين في دورتهم مردها أزمة سياسية تسبب فيها أداء الطبقة السياسية المنقوصة والموسوم بالفشل وعدم الفاعلية في نظرهم شوارع خالية من كل مظاهر الاحتفال أو الاحتجاج أو حتى الحركة بسبب حجر صحي شامل فرضته أزمة كورونا حجر يصفه النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي بأنه سياسي بامتياز تحسبا لأي حركة احتجاجية ممكنة اليوم نسرين السويد تونس